سنكمل بلحك tdC. وتحديدا سكن المحكير عن الراوتر ال breast السيد بطلب أبداً مبدل بالإغلاق ال LANGUA اباح ال SW1 سيتم وقت Analysis ثم spirit بعدين بدي اخلق الفيلانز يلي انا بدي استعملهم. عندي الـ 11 مش هاعطيها. كمان في عندي الفيلان يلي هي 12. كمان مش هاعطيها او name. هعمل exit. هنعمل do write. وهيكو نكون عملنا للفييلانز. عندي pc1 connected على الـ fa01 and assigned on VLAN 11. فازن we need to assign fa01 على الـ 11. كذلك الامر الـ 12 على الـ fa02. لاتس كنتينيو. فازن انترفيس. ها مرة بلو fa01. السويتش بورت اكيد بدا تكون المود اكسس as usual. بعدين كمان بدي يقلو switch port. هالمرة بدي يقلو الـ access على اي فييلان بدي يحطوه على الـ vlan 11. وبرجع بعدين بعمل exit. بعدين البورت اللي بعدو يلي هو fa02. كمان المود بدو يكون access. وعلى اي فييلان هالمرة على الـ vlan 12. واكيد exit. وما ننسى نعمل do write. بما أن هاكون عم بستعمل only one link between sw1 and r1. مش ها نقدر نعمل router on stick. ها نقدر نعمل routing. فإذا هيدا البورت اللي بدي يكون عم بيطلع لي traffic من sw1 بدي يكون trunk. so to configure trunk link. ها اختار انا من ال sw1 ال giga ethernet zero one. فإذا شو ها اعمل. ها له هالمرة interface giga ethernet zero slash one. بعدين بقلو switch بورت. ولكن هالمرة المود بدا تكون اكيد trunk. بعدين بعمل exit. وما ننسى اكيد نعمل sale. هلا. r1 في عنده one physical interface. هيدا الانترفيس اللي موجود على r1 اول شي لازم يكون مضوي. فإذا نفوت على قلب r1 بقلب CLI. يلي هنعملو نحنا هلا هنقلو enable. بعدين منقلو conv t. بعدين بدنا نقلو interface and i will be using giga ethernet zero slash zero. اول شغلة منقلو no shut down. هنتأكد نحنا انو ضوينا البورت. بعدين منرجع بنعمل exit and we don't need to perform any configuration على الفيزيكال انترفيس. we need to create our own sub interfaces. تنذكر عندي اتنين vlans. واحدة 11 وواحدة 12. هيدا عنده tag 11. هايدا عنده tag 12. so i need to create two sub interfaces. to create sub interfaces. هنبلش اول شي بال11. منقلو interface. الجيجا اثرنات نفسه zero slash zero. ولكن i need to put dot in order to create the sub interface. فإذا dot 11. بمجرد محتة dot 11. هلاحظ انو كتب لي هون sub if يعني sub interface. شو بنا نعمل. اول شغلين احنا بدنا نقلو لازم تنتبه للتاج اللي هي اسمه 11. لانو عندي انا الترافيك اللي بيطلع من vlans 11 عنده تاج. انت بدك تكون مسؤول عنه. فإذا هالمرة بتقول له بدي الانكابسوليشن. بدي اياها dot 1 q. معدت بقى default ethernet اللي هي 802.3 هالمرة صارت dot 1 q. فإذا شو التاج اللي بدي انتبه له هي ال 11. اجباري اكتب هون 11 تيقدر يعمل consideration للفريمز اللي يجي هين للvlans 11. فإذا بقلو enter. بمجرد ما قلت انو enter بنا نحط ال IP address. يلي بده تكون gateway للPCs. I will be using the last usable IP address. فإذا بقلو IP address 192.168. هالمرة ال IP اللي عم بستعملها 11.254. أكيد مع الصبنا 255.255.255.0. وما ننسى أكيد من قلو no shut down. طيب ضويلي البورت. بعدين منرجع نعمل exit. وبعدين بدي اكمل بالconfiguration لل second interface. فإذا اجان هالمرة sub interface dot 12. لتاني vlans. اللي أنا بدي استعملها. بدي لل 11. أكيد كمان 12. أما ال IP address لأي ناتورك. last usable maintain subnet. فإذا بحطهم كمان 12. وأكيد بنا نقلو no shut down. وبرجع بعدين بعمل exit. وما ننسى أكيد نعمل do write. هيك بكون خلصت ال configuration على R1. خلونا نوصل أكيد اللينك بين the switch و R1. هنكون عم نستعمل straight through cable. فإذا هاخد straight through. وحقلو بدي من جيجا إثرنات 0.1. لأين للجيجا إثرنات 0.0.0. وبست يصير اللينك اكتف. خلونا نجرب نعمل ping. ولكن بدي اتأكد انه PC1 ال IP addresses عنده من نفس ال ناتورك تيعون vlan 11. وأكيد هون عم بستعمل last usable IP address ياللي أنا استعملت على sub interface that belongs to vlan 11. فإذا لاتس دو ping. ping من PC1 لPC2. خلونا نشوف. فإذا هلاحظ انه أول مرة هجرب مرة تانية. The second time is successful. سو أنا عم بقدر انتقل من vlan لvlan using router on stick. كل ما نزيد vlan جديدي بدنا نزيد sub interface. بدنا نعمل له configuration بالright encapsulation mode. وهالطريقة بتكون كتير granted تأنا تعامل لي intervlan routing.